جميلة وهناك طريقة أخرى وهي أن أتخيل هذا الجمال في صورة معطقة فأقول على سبيل المثال الجزائر جنة فلعلك اكتشفت الصورة فالجزائر جنة بجمالها فأنا هنا أكون قد وضفت صورة بيانية فما هي يا ترى إنها التشبيه وللزيادة في الإضاحة تابع معي عزيز الطالب وانظر معي إلى قول الإمام البصيري والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي فما هو المعنى الذي أراد أن يعبر عنه الشاعر أراد الشاعر أن يقول النفس البشرية يسهل التحكم فيها إذا توفرت الإرادة فبحث عن صورة تجسد هذا المعنى فوجدها في الرضيع فالطفل الصغير أي الرضيع إذا نحن أهملنا فصاله وعودناه على الرضاع فيصعب علينا بعد ذلك فطامه ولكننا إذا ما فطمناه فهو يستجيب للفطام وبالتالي فالنفس تشبه هذا الطفل الصغير عد معي إلى البيت وحاول أن تحدد أركان هذا التشبيه لعلك اهتديت إلى النفس مشبه الطفل مشبه به الكاف أداة التشبيه أما وجه الشبه إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطني فهو تشبيه توفر على أركان أربعة فكيف يمكن لك أن تسمي هذا التشبيه نسميه تشبيه تام أو مرسل مفصل لماذا هو مرسل لأن أداة التشبيه موجودة ولماذا هو مفصل لأن وجه الشبه موجود فإذا توفرت جميع الأركان نسميه إذن تشبيه تام أو مرسل مفصل ويجب أن تكون الصفة أقوى في المشبه به فهنا التحكم اليسير يكون مع الطفل فهذه الصفة إذن توفرت وبقوة في الطفل الرضيع الآن لاحظ معي قول الشاعر أحمد شوق في الإمام محمد عبد يا ناشر العلم بهذه البلاد وفقت نشر العلم مثل الجهاد ما هو المعنى الذي أراد أن يعبر عنه الشاعر العلم ونشره عمل نبيل وهو رسالة سامية فلم يجد الشاعر أمامه من صورة معبرة أكثر وأفضل من تشبيهه بالجهاد ولهذا تمعا معي وحاول أن تحدد أركان التشبيه لعلك اهتديت إلى المشبه وهو نشر العلم كما اهتديت إلى المشبه به وهو الجهاد وأما الأداة فهي مثله فإذا كانت في المثال السابق تجسدت في حرف الكاف فإنها هنا عبارة عن اسم لأن أدوات التشبيه تتنوع من أولا حرفان وهما الكاف وكأن ثانيا الأسماء ونذكر منها مثل مماثل مشابه وأفعال ونذكر منها يشبه يماثل يحاكي يضارع يضاهي الآن عد معي مجددا إلى البيت ولاحظ مشابه به أداة التشبيه ما هو الركن المحدوف هنا هو وجه الشبه إذن فيما يختلف هذا التشبيه عن التشبيه السابق يختلف عنه في حدف وجه الشبه فكيف نسميه إذن نسميه تشبيها مرسلا مجملا مجملا لأن وجه الشبه محدوف الآن لاحظ معي فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم صفر من الأصفار ما هو المعنى الذي أراد الشاعر أن يعبر عنه أراد الشاعر أن يقول أن عمر الإنسان قصير له بداية وله نهاية فعلى الإنسان أن ينتهز الفرصة ليحقق مآربه وما يسبو إليه في هذه الحياة فلم يجد الشاعر صورة ناطقة ومجسدة لهذا المعنى إلا من خلال التشبيه والذي تمثل في قوله أعماركم صفر أعماركم صفر حاول معي عزيز الطالب أن تحدد أركان هذا التشبيه أولا العمر مشبه صفر مشبه به فما هي الأركان التي استغنى عنها الشاعر لقد استغنى الشاعر عن الأدات كما استغنى عن وجه الشبه فصار المشبه والمشبه به في درجة واحدة فهما واحد العمر صفر لأنهما اشترك في جميع الصفات فكيف نسمي هذا التشبيه نسميه تشبيه بليغ لماذا هو بليغ لأننا حدفنا الأدات كما حدفنا وجه الشبه فلم يتبقى من هذا التشبيه إلا طرفاه وهما المشبه والمشبه به وهو أبلغ أنواع التشبيه ولهذا نسميه بالبليغ الآن لاحظ معي عزيز الطالب والورد في شط الخليج كأنه رمض ألم بمقلة زرقاء حاول معي أن تحدد أركان هذا التشبيه لعلك اهتديت إلى المشبه وهو خليج أزرق يحيط به ورد أحمر الآن المشبه به وهو عين زرقاء أصيبت بالرمد ولون الرمد أحمر فوجه الشبه بين الصورتين هما الزرقة والحمرة الآن تمعا معي جيدا ولاحظ الفرق بين التشبيهات السابقة وهذا التشبيه لعلك لاحظت أن وجه الشبه هنا منتزع من متعدد ولهذا كيف يمكن أن نسمي هذا التشبيه نسميه تشبيه تمثيله لأن وجه الشبه منتزع من متعدد لقد حاولنا عزيز الطالب أن نراجع معك أنواع التشبيه وقد مرت بك في هذا الدرس هذه الأنواع مرسل مفصل مرسل مجمل ثم بليغ ورابعا تشبيه تمثيل وهناك تشبيهات أخرى ونذكر على سبيل المثال التشبيه الضمني وهو نوع من التشبيه لا نعطر فيه على الأركان بالصورة المعروفة في التشبيه العادي بحيث يمكننا أن نتعرف عليها فقط من خلال المعنى ومن خلال المضمون وخذ معي مثلا قول المتنبي من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام فلقد شبهنا الإنسان الذي يتعود على الإهانة فما يشعر بها أبدا بالإنسان الميت الذي لا يشعر بالآلم فبعد أن تعرفت على أنواع التشبيه دعنا الآن نتعرض إلى بلاغته فالتشبيه مثل ما ذكرنا سلفا صورة بيانية وحين أقول بيانية يعني أنها تساهم في تحديد المعنى فهي مهمة بالنسبة للتعبير عن أفكار الشاعر وعن عواطفه ويمكن أن نجملها في قولنا التوضيح والتوكيد ونقل المعنى المجرد إلى المحسوس وتمكينه من القلب والعقل معا كما يؤثر في النفس ويحركها والآن تابع معي عزيز الطالب لنتعرف على الصورة البيانية الثانية يقول الشاعر القروي أقول لنفسي كلما عضها الأسى فآلمها صبرا ففي الصبر مكسب حاول معي أن تحدد الصورة المطلوبة فلعلك اهتديت إليها لأن الصور البيانية هي خيال وحين أقول الخيال يعني أنه لا يوافق الواقعة ولا يوافق المنطقة فلاحظ معي عضها الأسى عضها الأسى الآن فكر معي ماليا الأسى هو الحزن والحزن أمر معنويج فهل يمكنه أن يعض أكيد لا فهي صفة لا تخصه وإنما هي صفة من صفات الحيوان المفترس والمتوحش الآن الصورة مجدداً شبه الشاعر الأسى وهو الحزن بحيوان مفترس بجامع الألم والتأثير والأداء ولكنه ولكنه حدف المشبه به وهو الحيوان وترك صفة من صفاته لتدل عليه وهي العض إذن كيف يمكن أن نسمي هذه الصورة لا شك أنك عرفتها فهي الاستعارة المكنية الاستعارة المكنية الآن لاحظ معي قول الشاعر أيضاً أكرم بحبل غدا للعرب رابطة وعقدة وحدت للعرب معتقدة فكر معي في العبارة التي تحوي الصورة شبه الشاعر الإسلام الذي ربط بين العرب ووحدهم بحبل أكرم بحبل لعلك لاحظت أن الاستعارة هنا تختلف عن الاستعارة السابقة إذا كنا في البيت السابق قد حدفنا المشبه به وتركنا صفة من صفاته لتدل عليه ولكن الشاعر هنا صرح بالمشبه به وهو الحبل وحدف المشبه وهو الإسلام فكيف نسمي هذا النوع من الاستعارة لعلك دركت أننا نسميها بالاستعارة التصريحية لأننا صرحنا بالمشبه به ولم نحدفه مثل ما فعلنا في الاستعارة السابقة إذن عزيزي الطالب فشرح الاستعارة يقوم على توضيح الطرفين أيهما ذكر وأيهما حدف وما هو الجامع بينهما فحاول أن تراجع معي الصورة الأولى شبه الشاعر الأسى وهو الحزن بحيوان مفترس بجامع الألم والأداء فحدف المشبه به وترك صفة من صفاته وهي العض على سبيل الاستعارة المكنية أما في البيت الثاني فقد شبه الشاعر الإسلام بحبل فحدف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية وخلاصة القول أن الاستعارة تشبيه حدف أحد طرفيه فإذا كان الطرف المحدوف هو المشبه به فهي مكنية وإذا كان الطرف المحدوف هو المشبه في حين نذكر المشبه به فهي تصريحية فبعد أن تعرفت معي على الاستعارة بنوعيها ندعوك عزيزي الطالب للتعرف على بلاغتها فالاستعارة دائما صورة بيانية وكل صور البيان تساهم في تحديد المعنى وفي توضيحه لأننا نسميها أصلا بالصور البيانية فهي تدخل في تحديد المعنى وتساهم في الكشف عن أفكار الأديب وعن عواطفه فلو عدت معي إلى الأمثلة السابقة الأسى أمر معنوي والإسلام كذلك ولكننا جسدنا هذا المعنى في الحيوان وفي الحبل وهي أشياء مادية وعادة ما يفهم الإنسان الأمور المادية قبل المعنوية ولهذا نقول أن الاستعارة تساهم في تجسيد المعنى أو تشخيص المعنى في صورة محسوسة في صورة محسوسة وبذلك تزيده وضوحا وتقريبا من الدين ولا تنسى عزيزي الطالب أخيرا أن السؤال في البكالوريا في العادة يرد على هذا النحو اشرح الصورة وبين بلاغتها فشرح التشبيه يقوم أساسا على تبيان الأركان أما شرح الاستعارة فيقوم أساسا على تبيان الطرف المحدوف والطرف المذكور إلى هنا عزيزي الطالب ينتهي درسي معكم لهذا اليوم وعلى أمل اللقاء بكم في الحصة المقبلة فكونوا معنا لأننا سنواصل معكم بقية الصور البيانية ترجمة نانسي قنقر